إنتم تسنو في تسعين دقيقة في حالقة بمقترح قانون الجمعيات أو المشروع اللي قاعد يحضر وتخوفات كبيرة جدا كان عبر عليها حتى رئيس الجمهورية قال أنه جمعيات تخفي أموال من الخارج اعتبره استقواء بالأجنبي دور لجنة التحليل المالية مهم جدا نظرا أنه نورمال مو كل شيء يتعادى على البنك سنترال وكل شيء يتعادى على اللجنة هذي دقائق ونبدأ وحوارنا مع ضيفنا هو مرحبا بكم بكل شكرا لكم على المتابعة لكتب العام اللجنة التونسية للتحليل المالية بالبنك المركزي مرحبا بك سيلوت في حشيشا مرحبا بك مرحبا عايشك تناشت ناحي البافيت فما مسافة الأمان الكافية الهيئة اللجنة التونسية للتحليل المالية هي جات في إطار الجهود المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسيلة الأموال تتلقى التصريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وغير الاعتدادية تحللها وتعلم بمقالها يعني سحشيشا وقت اللي يجيوكم تصريحات حول عمليات معينة أنتو ما تتبعوا تشوفوها ليه قانونية ولا ليه وبعد تعلمونا أحنا مثلا تقولونا روفما 36 جامعية طلعت مول في الإرهاب ورانا قدمنيهم للقضاء وبعدك تقولونا شو صار فيهم هكا كان أنا فهمت بالصحيح صحيح شوية صحيح وشوية مش صلح ليسيج أول حاجة نحب نشكركم على الاهتمام بالموضوع مرحبا أحنا فعلا اللي تفضلت به أنت صحيح أنه احنا مركز لتلقي التصريح بالعمليات المستربة اللي تقوم بها المصرحين اللي حددهم القانون واللي هم البنوك المؤسسة المالية والمحامين وخبرى محاسبين وحتى يعني الوكالات العقارية والكازينوات هذهم كل محددهم الفصل 107 من القانون الأساسي التصريح اللي احنا نطلقوها هما في كل الجرائم الأصلية لجرائم غسل الأموال وفي جرائم غسل الأموال وفي جرائم تمويل الإرهاب باش نكون واضحين يعني سريقة اشتباه في عملية مالية بخصوص سريقة ورشوة وفساد أو عائدات غسل عائدات تلك الجرائم أو تمويل الإرهاب بذلك يقوموا فيهم تصريح تصريح الجينة نخدموها لكن احنا منحيل هاش لكم انتوما هذا هو للقضاء منحيلوها للجهات القضائية ونقدم احنا في كل نهاية كل عام بطبيعة تقرير حول نشاط اللجنة مشكلة في التصريح نشاط بخصوص التحليل العملياتي والتحليل الاستراتيجي وكل النشاطات اللجنة وننشروا التقرير هذي على موقع الواب تعملوا اثورنا بتجميد أموال أيضا فعلا هو اللجنة عندها الصلاحيات في تجميد مؤقت للأموال في انتظار أنه النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق قضائي في الحالة هذه يصبح التجميد تجميد قضائي قضائي ولا يمكن رفعه إلا من قبل القضاء ونحن نجمع لك توم من ما نتخل في العشرية الأخيرة إلى حد الآن اللجنة جملة ما يزيد عن 500 مليون دينار والأموال هذه بطبيعة تقعد رهن القضاء إلى أن يبدل قضاء نهائيا في القضايا وإما بالمصادرة مصادرة الأموال إلى خزينة الدولة أو أن رأت المحاكم يعني إخلاء سبيل المتهم والحكم بالبراءة فعادة ما يتم رفع يد على الأموال ويتم إرجاحها لصحبها هذا كيفش نخدمه التجميد يهم شركات ويهم أشخاص يهم توانسة ويهم غير توانسة بشكل عام يعني كل الأشخاص اللي هما أحنا خدمنا عليهم في تقاريرنا سحشيشة المدة اللي فاتت خرجت أخبار أنه فما مرأة عندها كونت في فرع لبنك في الجنوب البنك هذية لاحظ أنه المرأة هذية انتفعت بتحويلات بنكية من الخارج مدبوعة بصحوبات نقدية فورية العملية تكررت العديد من المرات وفما ضبابية حول وجهة هذه الأموال منعرش أنتم على ما يبدو دخلتوا على الخط لجنة التحليل المالية التحويلات هذية تلعت متأتية من جمعية متواجدة بشمال أوروبا تدعم في جمعية موجودة على التراب الليبي اللي يدير الجمعية هذية حسب التحقيقات الصحفية وهنا نرجع إلى مقالها باتفي حقاق أونلاين إسرائيلي سايد اللي يثير الريبة في الموضوع هو أن الحسابات البنكية بالفرع البنكي اللي موجود في تونس سأن دوزيام كونت اتحل في ظرف ستة شهر على كونت لو المتاحة تلقت ألف وثلاثمائة مليون دولار وهذا صار بعد ما عينتوا أنتما لجنة تحليل مالية الحسابين البنكيين وتلقاوا فعلا أن التحويلات قاعدة تصير هل هذا صحيح ولا لا سحشيش السعر المعتقدر أنا نعطي في معطى صحفي وفي هذه الحالة شنو التابعات شكرا من حيث الأرقام الحقيقة القصة هذه ما عنديش بيعلم خلت بش نكونوا واضحين والرقم اللي ذكرت وسيادتك ألف وثلاثمائة مليون دولار ولا دينار هذا مبلغ يعني برش برش غير معقول وخيالي لا أحنا الحقيقة ما موش في علمنا بالقصة هذه إذا كان ثم منها القصة هذه أكيد السلطات الأمنية المعنية ممكن تشتغل عليها لكن خلينا نقول أحنا ما عنديش علم بالقصة هذه الحقيقة ما في باليش بيها تجب تكون موجودة القصة لكن يستحبش تكون بالمستوى موش مشكلة أنا هذي هني قلت لك أحنا هذية خذيتها أنا شخصيا وحبيت ننقل هي لك من موقع حقائق أونلاين أنت تقول أنه لجنة التحليل المالية ليست على علم ولكن هذا يحيلنا إلى موضوع مهم جدا النشاطات متع الجمعيات اللي تتلاقى أموال لمناء الخارج واللي أنتوما في كل مرة تقولوا راوة فما 36 جمعية فما المبالغ هذية راهي قاعدة توصل للجمعيات في الأثناء سحشيشة نذكر أنت الكاتب الحامل لجنة التنسية للتحليل المالية بالبنك المركزي أنت تأكد زيدا أنه العمليات الإرهابية اللي صارت في تونس في الأعوام السابقة كانت ممولة من جمعيات اللي الجمعيات الذية يمكن أنها قاعدة تتلاقى في تمويلات وأكيد تتلاقى في تمويلات من الخارج كيفاش تصير كوية ذية نجم ينتصب في تونس البعض يقول أنه بمحابات سياسية كبيرة في وقت من الأوقات البعض يقول أنه إمكانيات ناقصة في علاقة بالناس اللي لا هي بجمعيات في رئاس الحكومة البعض يقول ما لكم أنتو ما زادة سحشيشة يقول ما كمش قاعدين تطبقوا في القانون كيما يلزم كيفاش نجمة الجمعيات تمويل العملية الإرهابية في تونس أوكي أول حاجة يلزم نرفع حول ما اتضلت به بخصوص تدخل الجمعيات أنه نقول وراه كل عملية إرهابية تمويل هذه خليني يقول لك منطقة عادي وحقيقة بطلقة أي عمل إن كان إرهابي أو غير إرهابي لابد وراه تمويل يعني هذا مش حاجة خاصة بتونس وجمعيات تونس مش حاجة مش تصريح يعني كيف نزل أي عملية إرهابية وراه تمويل والعمل الإرهابي تقوم به تنظيمات وجماعات وأفراد اللي هما إرهابيين والتمويل للإرهاب خليني نقول لك الحقيقة ممكن اللي يزم الناس تعرفها في بعض حالات الإرهاب لا يتطلب أموال كبيرة يعني عملية إرهابية نجم يعني مبلغ بسيط نجم معناة الإرهابي يصنع الأدوات اللي بيش يكون بها بالعملية الإرهابية واللي يكون يعني التبعات بتاعها تكون وخيمة على الأرواح وعلى الممتلاكات ولكن هي في التمويل ما تتطلبش مال برشا أحنا مش نقولوا اللي الجمعيات هي اللي مولد العملية الإرهابية مش هذا الكلام احنا قلنا وراء كل عملية إرهابية ثم التمويل التمويل يجي بيكون به فرد ولا جماعة ولا جمعية ولا حتى شركة يعني اليوم لما تلقى أنت مثلا أي لك في نفس الوقت سمحني سيحشي شفهم جماعيات أنتم قلتوا أنها وعندها شبهة التورط في تمويل الإرهاب طبعا طبعا هني جاي خليني جوز نفسر المستمعي يمكن يستوعب القصة يزو ملوفو أن العمليات الإرهابية وراها تمويل التمويل راهو مواشي مبالغ هاما كما في السبق أي شخص يبدو عنده ألف ديناري مول القانون التونسي من القوانين الجيدة في العالم اللي يحدد ما هو معنى الإرهاب وما هو معنى تمويل الإرهاب لما مثلا شخص يعطي المطور بتاعه وهزه لإرهابيين في جبل هذا يتسمى إرهاب وتمويل إرهاب لما إنسان يسفر الشباب لبؤر التوتر يعتبر إرهاب وتمويل إرهاب لما إنسان يتعاطى مع حسابات بنكية تابعة لأفراد تم انتمائهم ولا تم يعني الإقرار بانتمائهم لتنظيمات أو جماعات أو مجموعات إرهابية فهذا يعتبر كذلك إرهاب وتمويل إرهاب فالقانون التونسي قانون جيد على هذا المستوى أحنا في إطار التصريح اللي اتفضلت التسياتك بها اللي تقوموا بيهم البنوك المؤسسات الكل اللي تصرح للجنة جاتنا التصريح طبعا في جمعيات وإحنا اللي همنا في الجمعيات مش غسل الأموال أساسا في بعض الحالات ثم استيلاء على أموال جمعية أو فساد مالي وهذا يؤدي طبعا بعده للغسل أما الأهم في اهتمامنا بقطاع الجمعيات هو في علاقة الجمعيات بمخاطر التمويل للرهاب واستغلال الجمعيات من قبل تنظيمات إرهابية وهذه مجموعة العمل المالي تأكد على المسألة هذه لكل دول العالم في أنهم يردوا بالهم على أنشطة الجمعيات وما إلى ذلك لحنا لما نتوصل بتصريح توصلنا بعديد التصريح في الجمعيات وأحلنا منها 36 تصريح مش مش الحكاية هي البارح ولا في في عام 21 ولكن احنا الفترة اللي اشتغلنا عليها في الموضوع هذا الحقيقة تتميز بفترتين المهمين الفترة الأولى المهمة هي كانت الفترة بتاع سنوات 14 15 16 لما عرف تونس ضربات إرهابية كانت كبيرة وكانت معناتها لها أثار كبيرة في تونس العمل اللي قمنا به وقتها كان عمل ميداني كبير مع نيابة العمومية وخدمنا على عديد الجمعيات وأفرزنا من العمل ما يزيد عن 15 جمعية اللي خدمنا عليها بدراسيات معمقة شلقيت بعد هي بعد هي حالتهم إلى سيد مساعدك الجمهورية كنتم سمحني بمجرد أنه اليوم القضاء ونيابة العمومية في غسل الأموال والوكيد الجمهورية في الأرهية بيأخذوا الملف من عندكم أنتم معاش تبعوا الموضوع طبعا مهمتنا تنتهي عندما نحيل الملف على أنظار سيدك الجمهورية بمعطيات فترة الثانية الفترة الثانية بعد ستاش خدمنا في سبعتاش وثمانتاش أحلنا معنتها ما يقارب معنتها ثلاثين تصريح إلى السيد وكيل الجمهورية يعني في المجمل هذا هو الرقم ستة وتلاثين تصريح لكن خلي نقول لك العمل على الجمعيات في علاقة بمسألة مخاطر استغلالها لغاية تمويل إرهاب وإرهاب العمل ما هو شي عمل للجنة بس كان عمل الإدارة العامة للجمعيات لجنة الوطنية المكافحة وبعد سار هذا السؤال أنا شايف سؤال خليني نكمل سمحني ما نحبش نقاطعك ما ختمعش أنا وقوين وين عمارين عاتيني جمعية اتحلت تفرقت وقالون كان صبرت عليه شوية إلى حد الآن إلى حد الآن سبعة وربعين جمعية تم حلها من قبل القضاء أيوة أوكي علش تتحل الجمعية لأنه جمعية ملفاتها مريقلة سبعة وربعين جمعية أكثر من مئة وعشرين جمعية تم تعليق نشاطها أوكي جمعيات لازالت القضايا منشورة لدى قضاة التحقيق ولازالت التحقيقات متواصلة قضايا تم البد فيها من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وثم حتى أكثر من ذلك تم حتى إدراج إدراج الجمعية اللي تعرفوها الكل اللي عملت حس كبير في تونس بتاع رقاب مدرسة القرآنية ابن عمر تم إدراجها على القايمة الوطنية للإرهابيين من قبل اللجنة الوطنية مكافحة الإرهاب اليوم السادة الولاد في كامل عنحان الجمهورية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات يمارسوا في الرقابة على الجمعيات المشكلوين ما زالت في تونس في الجمعيات وهون هي دعوة أنا الحقيقة من مبر هدايا للجمعيات الدعوة هو أنه نحترم المرسوم أكثر فأكثر الجمعية هي المسؤولة الأولى على حماية الوطن من مخاطر تمويل الإرهاب وحماية اسم الجمعية من مخاطر تمويل الإرهاب كيفاش يتمثل في أن الجمعية يجب أن يكون عندها زون سجلات مهمين السجل بتاع التمويلات وتدفقات المالية ويجب تعلم البنك المركزي بالأموال اللي ديها من الخارج بشكل آلي الجمعية يجب تنشر الأموال والتدفقات والموارد بتاعها على صحيفة يومية في تونس وتنشرها على موقع الويب الجمعية ينزل بزد يكون عندها سجل واضح في النشاطات والمشاريع اللي تنفذ فيها بناء على الموارد اللي تتلقى فيها إذا كان اليوم الجمعية تحترم ما جاء بالمرسوم وما جاء في قانون 2015 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجموا نحميوا الوطن من مخاطر الإرهاب وتمويل الإرهاب عبر قنوات الجمعية هذا هو اللي صار في تونس بشكل يعني ملخص واللي صار زاد في تونس سياح شيشة هو أنه فما أحزاب سياسية دخلت لها تمويلات من الخارج ورينها ذاية في تقارير رسمية ومنعرفوش لليوم شكون الأحزاب ذاية لأنه القضاء سيبت في الموضوع نحترم كثيرا القضاء والقضاء ياخذ راحتو مثالش المفيد في الأخر قلوننا أعلمونا فما جمعيات اللي تحكي عليها انتي وقع حلها وتعليق نشاطها الحقيقة معناها سحشيشة جمعية الجلة الخيرية جمعية علم الإسلام جمعية البركة للإسلاح والتكيف للإجتماعي جمعية أم الخير معناها شو جمعية تذيبها شكون معناها ما كمش بيش تقولولنا ما كمش تعلموه ما تكش جمعية أم الخير وقع حلوة هذا خبر معناها نحن في حاجة إلى أمور تكون أكثر جدية في المعلومات تفضل الشفافية الشفافية هي الأساس في كل عمل طبعا عش كنتك أنا نبدأوا بالجمعية إذا كان الجمعية تكون شفافة أم وتعلن على مواردها وعلى الفلوس اللي اختاخد فيها من الخارج ومن الداخل وتبين للمحاسبين بتاعها لأنه كل الجمعية زي بنكون عندك خبير محاسب ومحاسب لتعرفوها ذا وتبين وين مشادت الفلوس الأمور هونية تبدأ مريك اللي نحكي لك على مستوى لجاء الجمعيات على مستوى الجهات في الدولة اللي تعمل على المواضيع هذه كلجنة التونسية والجهاز القضائي وجهاز الرقابة وسدولات الجمهورية ولجنة الوطنية المكافحة للراب أنا نحب نقول من المنبر هذا وهو بكل تجرد الجهات هذه قامت بعمل جبار في الفترة الأخيرة وعملنا تقييم وطني عملنا تقييم الوطني المخاطر القطاع الجمعياتي في تونس اللي كان مرتفع في الفين وسبعتاش اليوم أصبح المستوى بتاع المخاطر متوسط بيه احنا في على همش العمل اللي بتاعنا اللي نحكيو فيه بتاع حالة الملفات في خصوص تمويل القينا فعلا معنا تحاجات ايمرجونت جديدة اللي هي تسلل والانفلتراسيون بتاع المال السياسي عبر قنوات الجمعيات واذا الموضوع اثرناه نحنا على اثر الانتخابات في تونس وعطينا المعلومات كلجنة وكبنك مركزي احلنا كل المعلومات المرتبطة باستغلال الجمعيات لتمرير المال السياسي لفائدة بعض القائمات في الحملات الانتخابية قلناه وعطينا المعلومات لمحكمة المحاسبات تبقى ما يقتضي القانون وبالتالي احنا قمنا بالواجب وتقرير المحاسبات اصدر تقريره اي وسمى المسميات واذكرر المبالغ واذكرر الاشياء كلها ونحنا طبعا هوني من بعض القضايا خد مجراء كل شخص بطبيع يخدم شكرا لك الكتب العامل لنا تنسيه لتحليل مالية بالبنك المركز شكرا لك على الحضور معنا مرسي بكو تتلكي بخالي كل ما الزين بالميلكي باي باي